بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر دبال باسمك اللهم نمضي على طريقك فثبت اللهم أقدامنا على طريقك ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء لفظ الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طاه الباء اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أهلا بكم في هذه الحلقة لنستأنف السيرة في الطريق إلى الله ومن دليلنا سوى سيدنا صلى الله عليه وسلم نتعلق بحبه ونتخلق بأخلاقه ونتحقق بسلوكه بهذا النموذج لنكون نماذج للعالمين أهلا بكم في هذه الحلقة ونتحدث أكثر وأكثر عفوا عن أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم ونقف عند التسامح وبداية أسعد بالترحيب بأستاذ الدكتور محمد مهنة الأستاذ بكليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مولانا أهلا بكم مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مولانا في سيلنا في الحياة في علاقاتنا ببعضنا في شؤوننا كلها في كل التفاصيل كلمة نسمعها كثيرا تنطلق وسط الجموع هو فين التسامح أنت ما بتسمحوش بعض ليه أنتوا ليه وقفين على بعض على الوحدة نرجع بقى للمرجعية بتاعتنا صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقني يعني التسامح كيف نستدعي التسامح مرة أخرى لا مجرد عنوان أو كما يسميه بالإنجليزية concept بس لا عايزين يكون application في الحياة طبيعي ازاي نستدعي التسامح تاني في كل شؤوننا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالحقيقة يعني من التوفيق أولا أن نعالج هذا الموضوع اليوم في مناسبة ذكرى نبي صلى الله عليه وسلم وكان في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كان الرئيس ركز على السماحة أو التسامح وهذا ما جعلني أستدعي هذه الصورة نعم وإن كان العلوان موجود نعم نعم يعني فبالتالي الحقيقة خاصة في هذا الزمن والوقت اللي سادت فيه العصبية العصبية الفكرية التعصب الثقافي الفكري التعصب التعصب السلوكي في المعاملة زي بالضبط ما تفضلت سيادتك الآن ببساطة شديدة وقلت إيه مسكن لبعض على الوحدة مم ليه عشان مفيش تسامح ليه لأن التسامح هو إيه هو السلاسة والسهولة شفت بالضبط كده مسكن لبعض على الوحدة عشان مفيش تسامح مفيش سلاسة مفيش سهولة في مشاكل في العقلية وفي القلب في النفس في مشاكل في العقل ومشاكل في القلب تحتاج علاج التسامح اللي هو السلاسة والسهولة يجعل الإنسان كما قالوا أيضا في تعريف السماحة بذل ما لا يجب تفضلا الله بذل ما إنك بذل بتبذل بتعطي ما لا يجب تفضلا مش واجب عليك لكن أنت بتعمل هذا تفضلا منك عشان كده تسامح أنا بسامح ها لأنه هو الجود مع الكرم والسخاء الجود الجود عبارة جواد إنسان جواد اللي هو شديد الكرم والسخاء العطاء بلا حدود عشان كده سبحانه وتعالى هو الجواد ومن جوده كان الوجود لولا الجود ما كان الوجود صحيح اللي هو العطاء اللي هو بدون مقابل وبلا حدود والتسامح أيضا يكون في المعاملات باليسر مع الغير بالتيسير والسهولة والتجاوز في المعاملة التسامح هو عمق وحقيقة الدين يعني عندما نطالب هذا أو نتكلم في التسامح ليست القضية ده العكس ده حقيقة وعمق هذا الدين هو التسامح صحيح في قوله تعالى عندما سبحانه وتعالى يقول لنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير ليش إكراه إيه عاوز أكثر من كده سماحة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لما يجي يقول لنا سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما فيش إكراه ده سمع مع أنه القادر سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحد ده سمع كل واحد يختار ده رحمة التنوع بالنسبة رحمة نعم جعل لك اختيار في قوله تعالى قل الذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الله إيه ده يغفروا للذين لا يرجون أيام الله في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أو رحم الله مرئ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى في كل أحواله باع اشترى تقاضى اتعامل سمحا لكن زي ما تقول ما سكلنا في صناعة الوحدة النهاردة زي بقى في فجور في الخصومة الفجور في الخصومة يعني مظاهرها كثيرة نراها كل يوم وخبال سيادتك النبي صلى الله عليه وسلم لما نشوف سرته إزاي كان سمحا بس هنا لازم نخد بالنا من شيء السماحة في حقك الشخصي لكن حقوق الله لا وإلا تنهدم الحياة والنظام والحقائق والحق ينهدم لازم نعرف الشيء بوجهه الحقيقيين ودوج ودوج السماحة فيما تعلق بحقك الشخصي لكن بحقوق الله ما فيش تسامه حقوق الدين الحق ما فيش تسامه لازم تنضبط الأمر لازم في نظام ومعيار في الحياة ده صحيح سيدنا عثمان بن عثان رضي الله عنه اشترى أرضا من رجل فأبطأ يعني الرجل ما جاش ياخد فلوسه فلقيه قابله قال لما أبطأت قال أغبنتني يعني الرجل بيقول لسيدنا عثمان حصل في غبن كده بتصنيف القانون غبن آه غبن ما لقيني أحد إلا لامني إزاي اشتريت الأرض دي آه قال له تعالى خياراني أمامك أرضك وأمامك للأموال فإن شئت فاختر عاوز تاخد أرضك تاني رغم أن البيع تم وخلاص ما هو مش واجب عليه قانونا وشرعا ها المتبايعان بالخيار ما لم يفترق أي دا احنا اتفقنا وفترقنا البيع تم فبالتالي شرعا خلاص ما خدها موضوع ما يدوش بتحتي ها اللي احنا قلنا أي الأصل في المعاملات الفضل الفضائل ها الفضل ها رجعنا لها تاني ها ولا نلجأ للأحكام إلا عندما تنعدم الفضائل بين الناس ها فهو قال له لا لا تفضل إيه اللي يعجبك عاوز الأرض خطر ها رغم أنه مش من حقك ها اتفضل فلوسك ها فإيه دي سماع وخطر حضرتك فبالتالي الإسلام في عمقه هو السماع مولانا خلينا نخش في تفاصيل ودقائق حياتنا اللي احنا قلنا نعالج وإسلامنا الجميل هو دين الواقع ودين الواقعي يعني وقع جدا بيشوف مشاكلنا ويعالجها لنا عشان تستأنف الإنسانية مسيرتها طيب واحد بيطالب بحقه يا مولانا يعني حدود مطلبته بالحق أحيانا بنطالب بالحق فنصل إلى درجة من درجات الخصومة والصراع وممكن يعني تضيع فيها أرواح يعني فعايزنا نعرف إلى أي مدى نستطيع أن نطالب بالحق دون ما أن نتجاوز وفي نفس الوقت متى يكون التسامح متى يكون في هذه العلاقات معنى التسامح ومفهوم التسامح نعم كما قلنا التسامح هو فضل تمام ويكون في الفضل لكن في الحقوق اللي هي حقوق الله يعني فيه حقوق الشخصية تتسامح فيها ده فضل لكن حقوق الله تعالى الحقوق العامة يعني حقوق الله في الشريعة عندنا الشريعة الإسلامية يفرق الفقهاء ما بين أي حقوق الله وحقوق العباد حقوق الله معناها إيه يعني اللي هي المصلحة العامة حقوق الله اللي هي حق إيه الأمة المصلحة العامة فإذا ما كان الأمر يتعلق بحقوق الله بالشرع بالمصلحة العامة مش من حقك انك تتسامح فيها ده يبقى فساد يبقى تواطئ يبقى افساد لكن انا تفضلا مني بتسامح في حقي يبقى هنا ايه ده زيادة فضل زيادة فضل ايضا التسامح في الوسائل يعني ما ظهر التسامح ايه في الوسائل في البشاشة الوجه يظهر هذا يعني زي ما قلت لسادتك من قبل ممكن تقول له اهدعوت ممكن تقول له اتفضل استريح ده سماحة اهلا واخدى حضرتك وانا قلت له اهلا نعم وانا قلت له حاجيك اقول له وانا قلت اهلا بالضبط كده لا لان ده اصلا روح ده اخلاقيات ده اخلاقيات نبوية كيف تكون التجاوز والتيسير على الناس ده سماحة فشاشة الوجه والطلاقة سماحة اللين واليسر ما فيش تعقيد سماحة كل دي مظاهر للسماحة اللي مفروض او احنا مندوبين ان احنا نكون متخلقين باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في السماحة بالذات النهاردة اه 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 ما عادش حد بيستحمل لحد كلمة احنا منشوف في الطريق وفي المرور وفي المواصلات وفي التعامل وفي كذا ليه لان فقدنا السهولة واللين واليسر في المعاملة مولانا يمكن فيه نقطة مهمة جدا واحنا بنشوف بعض المنتسبين للإسلام ومش منتسبينه بس البعض من يتصدر الدعوة وليس من اهل الاختصاص نعم كما رأينا ونشوف منه كتير التجهم كأن الاسلام ليس فيه تسامح لكن الاسلام ليس فيه رحمة كأن الاسلام سيف مسلط على الرقاب وبالتالي اللي بره شايفنا ازاي وشايف الاسلام ازاي شايف الفجوة قد ايه بين المفهوم وبين التطبيق نعم لان هؤلاء يعتقدون ان الدين تجهما وعبوسا وشدة وغلظة وعذاب هو في الواقع عنده عوجاك في النفس مرض في النفس فبيظهر هذا اللي في النفس الغلظة اللي في النفوس الشدة اللي في النفس التجهم ده موجود في النفس فبيظهر في التعامل في الواقع هذا يحتاج إلى الطريق يحتاج ان يتعلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم السماحة يتعلم التواضع يتعلم اللين اللي كي يفهم حقيقة الاسلام وحقيقة الدين لانه ممارس الدين في الواقع في الحياة العملية في اللي بيجعل الانسان كيف يكتسب السماحة يتعلم ازاي السماحة لان كل دي اخلاق ما نكتسبها في الحياة بالتربية التربية بتبدأ بان تعلم اولا يقينا بقضاء الله وقدره وانه لا يحدث في ملكه غير ما اراد وان قضاءه نافذ فاذا ما امنت بذلك يطمئن القلب الى حكم الله وقدره فاذا ما اطمئن القلب تعامل في دائرة الاقدار تعامل بالسماحة والدين لن يكون في ملكه غير ما اراد وان القضية مش بيدك ولا بيدي انا حتصارع معك ده في نوميس كونية فوقي وفوقك وفي قدر يحكمنا كلنا فبالتالي افعل ما شئت كما تدين وتدين مش الناس ده حتصدقك تصدقك ها هتصدق الكذب يصدقوه مش في فوق ربنا عارف ها ينطلع على البعض قليلا ثم يظهر الله دائما الحم واذا آمن القلب وهدأ القلب آمنت الجوارح وهدأت الجوارح واصبح الانسان مطمئنا بربه نعود اليكم بعد قليل لنستأنف هذا السير كنوا معنا اشتركوا في القناة